أهلا بوزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي سيد اللواء أهلا بك معنا تتابع هذه التطورات التي يشهدها الشارع اللبناني اليوم قبل هذا المشهد قبل هذا المشهد الذي نتابعه بساحات لبنان اقتضت أيضا الشوارع المؤدية للقصر الجمهوري بتحرك دعما لرئيس الجمهورية ميشيل عون ودعما لوزير الخارجية الأسبق ورئيس التيار الوطني الحرج بران بسيل كيف نظرتم إلى هذا التحرك وهل أدى ما يريده هل وصل إلى مبتغاه نتسأل هل يستنجد رئيس الجمهوري بأعضاء حزبه بن راس ليواجه الأهل ليواجه اللبنانيين بالمقابل حقيقة كان في مفارقة بساحات الوطنية في العالم اللبناني وحد القصر الجمهوري في عالم التير وطني الحر إلى جارب أكيد العالم اللبناني أكيد مبدئي الحقيقة هناك مفارقة حتى كمان الحقيقة الملاحظة الثالثة أنه بالنهاية المقارن ما بين العدد اللي كان على طريق القصر الجمهوري والأعداد اليوم سواء بالساحة المركزية ببيروت أو بالساحة بالمناطق لا تقارن إذن الشعب اللبناني قرر الاستمرار بانتفاطه بصورته ضد عهد الفشل والفساد وبكل أسف الحقيقة رموز الفساد يحاولوا يبشرون أنه هن بدون يكافحوا الفساد الحقيقة جمهوري باسيل هو الفاسد الأول هو الفاشل الأول نعم هذا عهد الفساد والفشل ولن يقبل به اللبنانيون نهائيا المعركة مستمرة الانتفاضة مستمرة الصورة مستمرة للتخلص من هذه الطبقة السياسية الفاشلة والفاسدة لكن الرئيس عون سيادة اللواء أكد في هذه الكلمة التي ظهر فيها على الناس اليوم محبته للجميع من دون استثناء تسارع يعني بعد هذا القول تسارع الشارع ليقول نحن لا نريد المحبة إنما نريد قوفكم إلى جانبنا ألا تعتقد سيادة اللواء أنه ممكن لهذه الكلمة أن تؤثر على الحراك الشعبي واستمراريته هناك انقطاع ما بين الحراك الشعبي وبين رئيس الجمهورية برئيس الجمهورية نسمع أقوالا ولا نرى أفعالا اللبنانيون يريدون أفعالا وليس أقوالا نهائيا مش أول مرة بيحكينا عواطف وبيحكي كلمات شاعرية نهائيا الناس انتفضت نعم والانتفاضة مستمرة كأنه رئيس الجمهورية يعيش بعالم آخر يعيش في الماضي الشعب اللبناني يعيش في المستقبل يطلع إلى المستقبل هذا الفرق تمام الحقيقة ما الذي يؤخر هذه الأفعال كنا ننتظر قالوا إن خلال 48 ساعة سيعين رئيس الحكومة المكلف لتشكيل هذه الحكومة حكومة تكنوكرات ما الذي يؤخرهم حتى الآن جهابزت رئاسة الجمهورية بكل أسف مرة وبفترة معينة نظرية أنه تغيير الدستور بالممارسة ولا بتغيير ولو ليس بتغيير النص عم نشهد كذلك الأمر الحياة شيء مخالف للدستور دستور هي نص أنه عندها تقدم الحكومة استقالتها سواء باستقالة رئيسها أو بسقوطها فورا يبادل رئيس جمهورية إلى إجراء استشارات نيابية ملذبة بنتائجها لتقليف الرئيس الذي يقوم بالاتفاق مع رئيس جمهورية بتشكيل الحكومة لا بدأ شكل الحكومة قبل ما يكلف حدا نهائيا هذا الدستور ما هي نص نهائيا الحياة إذن أنا برأي في حدا عم يحاول يمارس وكأنه عهد رئاسي تحت عنوان أنه توهم هو وقال أنه أنا العهد القوي وين قوة هذا العهد العهد الذي لا يستطيع أن يحل موضوع الكهرباء ولا موضوع النفايات ولا فرص عمل للشباب والاقتصاد يتراجع إلى الوراء ولبنان يلتحك بمحور يعاكس مصالحه وما يعاكس تاريخه من محور السوري الإيراني نعم هذا عهد فاشل هذا عهد فاسد هذا الحكما غير مكبول من الشعب اللبناني النهائي الحياة لكن كان فيه اعتراف سيدة اللواء من الوزير جبران باسيلي اليوم أن الشارع نجح في قلب الطاولة وبالتالي آن الأوان لتحقيق الدولة القوية لتحقيق هذه التغييرات هذه المطالب اللي اعتبرها مطالب الرئيس مطالب الرئيس عون منذ بداية هذا التحرك اليوم هل يتمكن من لم ينجح بتغيير كل ذلك خلال السنوات الماضية من تصحيحه الآن لم ينسى اللبنانيون ما قالوا جبران باسيد قبل الحراك أو الانتفاضة كان يبشر أنه بقلب الطاولة فانقلب الطاولة على رأسه وعلى رأس كل جماعة تانيا من يمنع هذا العهد إذا كان فعلا عنده إرادة وعنده رؤية وحابب أن يعمل إنجازات من يمنع صاروا ثلاث سنين انتهت منذ أيام نصف اليولاي إذا لمحققوا رئيس الجمهورية بأيام الزهبية لن يحققوا الناس فأدت السئة وفأدت إذا بدك أي رهان على رئيس الجمهورية إذن من يمنع هذا العهد من تنفيذ ما يطلبه اللبنانيون من الذي يمنعه لواء شرف ريفي من يمنع العهد اليوم في هذه الكلمات تساءل الناس عندما سمعوه تساءلوا من وقف ضدكم خلال السنوات الثلاث لتحقيق الإصلاح شيئين أساسيين فساد الطبقة السياسية الموجودة فساد فري رئيس الجمهورية الأساسي الحقيقة هو رأس الفساد الحقيقة الموضوع الثاني هو عليه فاتورة نعم إلى حزب الله إلى المشروع الإيراني لا يستطيع أن ينفذ ما لا يرغب به حزب الله حزب الله نعم يتمول جزئيا من الخزين اللبناني عبر المعابر البري وعبر المعابر الشرعية كذلك الأمر الحقيقة بالنهاية لا يستطيع أن يفرط على حزب الله الشيء لأنه بالنهاية حزب الله هو ولي نعمته وولي سلطته وشاناك أنا برأيي نعم وجود دويلة بقلب الدولة تمنع قيم الدولة ووجود ناس متعطش تاريخيا للمال والسلطة نعم مثل واحد فجعان مثل واحد عنده عطش تاريخي أو نهم تاريخي للسلطة والمال وسقط في تعطشه للسلطة وسقط في جشعه بالمال ما الذي يمنع اللي يتحكم ذلك الآن في التشكيل لو أشرف اليوم يقال أن الرئيس الحريري سيكلف مجددا هل سينجح برأيك بتشكيل حكومة تكنقراط نزيها الإشارات الحية اللي عم يعطيه الرئيس الحريري لحديثها واضح وأنا طالت من الرئيس الحريري عبر التويتر وعبر وسيط كذلك الأمر رجاء نعم إذا فيك تطبق برنامج الانتفاضة فليكن إذا مش قادر تطبق برنامج الانتفاضة سيسقط اللبنانيون أي حكومة الحية للأمانة تكون ملحقة بدويلة حزب الله أو تكون ملحقة بفساد رئيسة الجمهورية فساد حية أعضاء رئيسة الجمهورية هل يمكن أن يتحرك من دون ضغوطات هذه الأطراف السياسية لذكرتها لواء أشرف خلال هذه المقابلة وعلى رأسها حزب الله في حدا منقطع الحية عن الواقع بكل أسف خاصة جبران باسيل وفريقه بعضهم اعتبرين وكأنهم عايشون بمرحلة ما قبل الانتفاضة يجب أن يدرك كل اللبنانيين واللبنانيين المدركون أن هناك شعب نعم أصبح يراقب كل تصرف للسلطة وأصبح هو يملك إذا بدك يملك الفيتوات ويملك السلسل المعطلة أو ثلاث أسلسل المعطلة ويملك إذا بدك إسقاط أي فريق يحاول أن يخرج عن برنامج الانتفاضة عن برج وهو برنامج اللبنانيين الشرفاء والإحرار والنزهاء المنوفازدين لواء أشرف دعني أعود معك إلى تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جمبلاط هو الذي قال إننا عدنا إلى المربع الأول مع كلام شعبوي فارغ يعود إلى ثلاثين عاما مضى هل توافقون بداية السيد جمبلاط؟ أوافق مية بالمية على ما قاله الرئيس وليد جمبلاط الحقيقة للأمانة حقما ما قاله سمعنا كلام جبران باسير سمعنا كلام رئيس الجمهورية عدنا بهذا المنطق إلى المربع الأول كلام بكلام فقط لا غير الفاسد يحاول أن يعطيني دروس بمكافحة الفساد ويدعي دام اللبنانيين وكأنه مطالب الجمهور هو مطلب حزب التيار الوطني الحر فإذا حبيبي إذا ما طلبك لماذا يمنع؟ أنت برئيسة الجمهورية عندك 29 نائب عندك 11 وزير أنت عندك رئيسة الجمهورية عندك حلفائك ماذا يمنعك؟ أنا برجع بأكد مال لكل لبنانيين ما يمنعه فساده وجشعه للمال الحرام وبنفس الوقت الحرام ما يمنعه الفاتورة المطوبة من حزب الله اللي وصل لرئيس الجمهورية واللي هو يتحكم فيه مش هو بيحكم الحقيقة هل ما شاهدناه اليوم لواء أشرف ريفي هو شارع مقابل شارع؟ لا الشارع الوحيد هو الشارع الانتفاضة الباقي زروب مش شارع الحقيقة بكل أسف لن يكون هناك شارع مقابل شارع سينتصر اللبنانيون الشرفاء أنه زهى أي إنسان سواء كان بتشبيح حزب الله أو تشبيح حلفاء حزب الله أو بالعراضة اللي كانت إلى حد ما محدودة جدا جدا اللي عام للتيروطن الحر نعم ليس هناك مجال للمقارنة الشعب إذا كرر الحياة سينتصر والشعب اللبناني يكرر كرار واضح ليبني دولة فعلا بمعزلة عن الدولة دولة نزاهة ودولة إذا بدك إنتاج وبدو حكومة حاليا حكومة خبراء حكومة إذا بدك فعلا بسموهم تكنوليكرات أنها بدون حكومة كفاءات تجي تعمل لصالح الشعب اللبناني ولا تعمل لصالح جيوب بعد أركان السلطة لواء أشرف ريفي المتظاهرون لبوا دعوة اليوم أحد الوحدة وتوافدوا إلى الساحات اللبنانية بمختلف المناطق اللبنانية هنا أذكر بعض الصور التي نتابعها الآن ونحن نتحدث معك صور من وسط بيروت وأيضا ساحة النور في طرابلس من الساحات التي احتضنت ألاف المتظاهرين للتأكيد على الوحدة الوطنية نحن نتابع معك هذه الصور التي تأتينا مباشرة من وسط بيروت كيف تنظرون إلى هذا الإصرار عند الناس لواء أشرف ريفي بعد دخول التظاهرات أسبوعها الثالث وهل يمكن أن تأخذ البلاد إلى الخلاص؟ نعم للأمان إذا بدك في رجال حكم تتحكم فيهم دويرة حزب الله وتركتهم مجال للفساد حزب الله هو رأس الفساد وفاسد وأنا برجع الأكد للبنانيين نعم جزء من أموال الخزين اللبنانية يأخذ حزب الله لتأمين تنويل جزء لنفقاته من خلال المعابر البرية والمعابر الشرعية بالمقابل ترك مجال لبقية الأعضاء أركان الحكم أن يفتحوا صنضيء سوداء بالفساد الصفاء التجري على عينك يا تاجر بكل واقعها الحقيقة ليس فساد فساد ووقح الحقيقة بكل أسف الحقيقة اللبنانيين قرروا نعم الحقيقة واللبنانيين الشرفاء وصلوا لحافة الجوع الاقتصاد شبه منهار أو على وشك الانهيار بالمقابل فرص عمل للشباب ما فيه دورة اقتصادية ما فيه قيمة الليرة اللبنانية إذا بدك فيه خطر كبير عليها لعنك كهرباء من عشر سنين صاروا طيار وطن الحر مع وزارة الطاقة لم يحسن التغذية الكهربائية ولا ساعة واحدة مبدئيا حسن فقط مداخله الغير شرعية من الكهرباء بالمقابل الشعب اللبناني نعم أنا برأيه قرر قرار لا رجوع عنهم لإقامة الدولة النظيفة المستقيمة عبر أشخاص لا شبهة عليهم لكي ترجع لدولة رئيس سعد الحريب يقول له نعم مطالب الانتفاضة لا تجزأ لا يقبل اللبنانيون يكون فيه واحد فاسط مثل جبران باسيل وأشباه جبران باسيل ولو واحد فاشل مثل جبران باسيل وأشباه جبران باسيل نعم بده ناس أكفاء ناس نزهاء ناس مستقيمين ناس ينتجوا ويعيدوا لهم الكهرباء وفرص العمل ويعيدوا القيمة للجواز السفر اللبناني والهوية اللبنانية يعيدوا القيمة لوحدتنا الوطنية والانتفاضة بمرحة المحدودة زمنيا عادت نعم حيث خلت اللبنانيين يقفزوا فوق المذهبية وفوق الطائفية وفوق البناطئية ويعطوا نمازج نجاح نعم اللبنانيين ينظرون بأمل كبير إلى انتفاضة وكل اللبنانيين مع الانتفاضة وواهم العهد إذا كان أو واهم حزب الله إذا تصور أنه يستطيع أن يواجه هذه الانتفاضة سواء بالشبيحة أو بموارسة الضغط عليهم أو بالتهويل عليهم أو بمحاولة التزاكي عليهم الحقيقة الزكي يسمع ماذا يريد اللبنانيون ويمشي فعلا لصالح الوطن ولصالح البلد لإقامة دولة فعلا الحقيقة تعطي الأمل للبنانيين بعيشنا بالمرحل القادمية شكرا جزيلا لمداخلة وزير العدل الأسبق اللي وأشرف ريفي حدثنا من طرابلوس شكرا جزيلا